السلام عليكم هنشوف دلوقتي ازاي نحصل على الكورسات بتاعة linkedin اه اللي توفرت اه من اول الشهر من اول شهر التمانية وهي هتفضل طول الشهر اه متاحة مجانا ازاي بقى نقدر نشوفها ونحصل على الشيهات ده وكل ده هيبقى اه بشكل مجاني يعني اه تقدروا طبعا تخشوا على المقالة دي من اللينك اللي تحت الفيديو هسيبه لكم تحت الفيديو هيتفتح معكم المقالة دي ممكن من جدول المحتويات هنا لو حابين بقى نقرى شوية عن الكورسات دي واختروها على اساس ايه دي اكتر اه عشرين كورس اه يعني زو شعبية او او يعني مشهور او الناس بتتفرج عليه وبتوصلوا على الشهادة اه خلال اتنين وعشرين يعني فيه تمن شهور اه اللي فاتوا فهنشوف مع بعض الكورسات دلوقتي ممكن من جدول المحتويات ده هنا نشوف الجزء الاول انا مقسمها لكم خمس اجزاء كده لان هما عشرين كورس وكل جزء من دول هنلاقي فيه خمس كورسات ولينك التسجيل ايه على طول هنا او ممكن لو حابين نشوف الكورسات كلها هنلاقي اخر اه لينك اه هنا اللي هو التسجيل اللي هو ده هنضغط عليه هيجيب لنا المقاولة بقى اللي فيها العشرين كورس كلهم ونبدأ نشوفهم ولكن انا ايه بترجمهم هنا ويه اه ممكن نبص عليهم مع بعض ده كورس تحديد الاهداف اه عندنا بقى كورس اسيات الميكروسوفت اه تلتمية خمسة وستين طبعا ده من الكورسات المهمة اه كورس التواصل الشخصي طبعا لو حابين نفتح اي كورس من دول بنضغط على تسجيل دي بيفتح معانا اه طبعا اه مفروض يبقى معانا حساب لينكد ان يعني يبقى معانا حساب لينكد ان ما نختارش دي لو ما عندناش حساب نعمل على طول ونكتب حسابنا ونخش عليه تمام كده بعد ما عملت تسجيل دخول اه بحسابي على اه فتح معي على طول الموقع وهيجيب لنا الصفحة دي على طول طيب لو ما عندناش حساب لو ما عندناش حساب اه بنخش على ونعمل ونعمل حساب على طبعا لو مش عارفين ازاي تعملوا حساب على اه قريب ان شاء الله بجهز لي كورس هيبقى مدته طويلة شوية كده ممكن نعمله على هيئة كورس او فيديو هنشرح في ازاي نعمل حساب لينكد ان ونضيف بياناتنا آآ بشكل صحيح ونضيف الصورة ونضيف كل البيانات آآ اللي بتبقى في البروفايل بحيس آآ يبدأ بقى الناس تشوف البروفايل بتاعنا والاتش ارز يسوف والبروفايل ونقدر كمان نقدم في الفرص اللي بتبقى على لينكد ان فالموضوع ده هيبقى قريب ان شاء الله ولكن حاليا يعني لو ما عرفتش تعمل حساب ممكن تفتح يوتيوب وتشوف اي فيديو بحيس ان انت تعمل حساب يعني مش لازم تضيف بياناتك ولا اي حاجة بس ان انت توصل للكورسات دي اهم حاجة وطبعا زي ما قلت لكم ان الكورسات دي اخرها آآ اخر الشهر يوم واحد تلاتين تمانية فاحنا معانا آآ يعتبر آآ سبعتاشر يوم او تبانتاشر يوم نقدر آآ نشوف فيهم الفيديوهات دي او الكورسات دي ونختار الكورسات المهمة بالنسبة على تمام انا فتحت الكورسة هو ونقدر نشوفه بس انا ممكن اقفل الصوت كده ونقدر نشوفه طبعا الكورسات آآ كلها اللي على دي المنصة بتاعة الكورسات اللي طبعا اسمها دي آآ الكورسات فيها انجليزي طيب احنا عايزين نشغل الترجمة في عندنا دي او يعني عندنا انجليزي بس طيب عايزين نشغل ترجمة عربي نعمل ايه في خارجة كده ايه ممكن اقولكم عليها ان احنا بنضغط كليك يمين ونعمل اه لو على متصفح ايج او على متصفح جوجل كوروم نفس الكلام هيعملها ترجمة للصفحة كلها بما في الترجمة هي قدامنا شايفين بتتحول عربي آآ بحيس ان احنا آآ لو في الانجليزي مش اقوى حاجة يعني فيساعدنا شوية ان احنا آآ نفهم الكورس فدي طريقة حلوة علشان آآ الكورس يبقى مترجم معك بالعربي آآ وكمان في طريقة لو انت برضو الانجليزي بتاعك مش احسن حاجة ممكن نقفل جدول ده من هنا هيكبر معنا الكورس كده زي ما احنا شايفين لو انت مش احسن حاجة في الانجليزي آآ ممكن تعمل حاجة حلو قوي ان انت تبطأ سرعة الفيديو شوية تخليه مسلا كده بحيس آآ يبقى الكلام بطيء فتقدر تشوف الترجمة آآ على طول وتقدر ايه تفهم المحتوى اللي بتقالي كده انا سهلتها عليك على الاخر بحيس انت تقدر تاخد اي كورس وكل الكورسات طبعا هتعمل فيها نفس الموضوع ده فالمهم الكورس بيبقى متقسم لمجموعة فيديوهات صغيرة فنرجع كده اللغة تلات دقايق تلات دقايق ونص في كوز كده بسيط آآ تلات اسئلة فالمهم في الاخر بعد ما تخلص وكل دول يتعمل جنبهم صح او علامة آآ اجتمال يعني فهتبدأ الامتحان امتحان برضو آآ ما بيكونش صعب يعني او الحاجة او من محتوى اللي جوه آآ الفيديو آآ بحيس بعد ما تخلص الامتحان ده تقدر آآ تحصل على الشهادة وتحملها ووريكم برضو في الاخر كده آآ نموذج للشهادة انا خدتها من آآ من علشان تشوفوا شكل الشهادة لتطلع لكم في الاخر وطبعا يعني يعني دي من احسن الشهادات المجانية اللي تقدر تحصل عليها واساسا الموقع آآ ده اصلا بفلوس فالفكرة ان هم فتحين لك شوية الكورسات دول ببلاش فدي فرصة كويسة آآ ان انت تاخدهم خلال الشهر ده فمن هنا برضو نقدر نشوف الكورسات فممكن اقول لك برضو لو حد محتم بقدارة المشاريع ده هيكون مناسب آآ هنا برضو آآ التفكير النقدي هنا التعاون فريق دي برضو من الكورسات اللي تنفع ليه والكلام ده دي الكورسات دي هيكون مناسبة جدا كورس التحيز اللواعي كورس تعلم ده بحيس الناس اللي بتعلم برمجة والكلام ده كله هتبقى لغة آآ مهمة بالنسبة له فده كورس طبعا كويس جدا في برضو كورس التواصل بثقة ده برضو ننزل تحت شوية هنلاقي التحدث بثقة برضو آآ برضو لو مش عارفين من اسم الكورس ايه المحتوى بتاعه ونقدر نقرأ هنا ده طبعا بتكلم عن البيانات والاخترافات والكلام ده كله ده حاجة تابع آآ الامان بتاع الويب والكلام ده كله لو حد في كمبيوتر ساينس او كده لو امن المعلومات من الاخر فلو حد في كمبيوتر ساينس او هندسة حاسيبات او الكلام ده كله هيبقى مناسب مع الكورس ده طبعا كورس ده باور بي اي من الكورسات المهمة جدا اه اللي نقدر ناخدها ده اصلا اه بيبقى جزء اه لو انت يعني شفت المتابع الجروب وشفت كنت من منزلين او اخر السنة اللي فاتت اه اللي هي الكورسات التحليل المالي اللي هيكت من لينك دقان فكورس الباور بي اي ده كان جزء منهم فكورس طبعا مهمة جدا اه ان انت تاخدوا اه هنا بقى كورس التفكير الستراتيجي برضو تدريب الاساسي ده ممكن نفتح نشوف ايه ده اه برضو تبع اه البرمجة والكلام ده كله اه تطوير زكائك العاطفي قز الاتصال نفس الكلام ده برضو اه نفس الكلام التسويق الرقمي الناس برضو اللي مهتمة بالتسويق ده من الكورسات الممتازة جدا واحنا كمان كنا عاملين له مقالة مخصوص يعني من احسن الكورسات اللي موجودة على المنصة وممكن يعني من احسن الكورسات الموجودة مجانية اه طبعا ده هيبقى متاح معاك لاخر الشهر وده طبعا كان برضو جزء من المسار بتاع التسويق اللي كان على التفكير النقدي تمام كده دي كل الكورسات اللي عشرين كورس اللي على المنصة تقدر تختار في حاجات مناسبة لتجارة محاسبة وتجارة وحاجات عامة برضو زي الكورس اللي بتاع ده طبعا اي حد يقدر ياخده بيكون مفيد جدا فنقدر نخلص المحتوى بتاعه ونعمل بحيس ناخد الشهادة هجيب لكم كده شهادة كانت عندي اه كنت اخدتها نشوف شكلها مع بعض دلوقتي وبرضو ممكن ارفقها لكم في المقال ده. دي شكل الشهادة اللي انا خدتها اه قبل كده من اه في فاينانشال اكاونتينج اه فونديشن. فالشهادة زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيها طبعا السرتيفكيت اي دي. طبعا ده مهم جدا. وطبعا انت لما بتاخد الكورس من حسابك على بيتضاف تلقائي في الجزء بتاع الكورسات اللي بيبقى في البروفايل بتاعك. ولو حابب انت تضيفها بقى كبوست والكلام ده كله وينفع. طبعا هي موثقة اه زي ما قلنا. اه بيقول لك مدة الكورس. بيقول لك خدت الكورس فيه المعاد بالزبط اللي انت خدت فيه الكورس. طبعا اسمك بيكون هنا صغيرة هو كده. ده يبقى شكل الشهادة. فيعني فرصة كويسة جدا للناس انها آآ تاخدوا الكورسات دي. طبعا اخر مرة بنقول انها متاحة خلال الشهر ده بس عشان الناس برضو هديقي تسأل بعد ما الشهر يخلص الكورسات مش بتفتح معنا ليه. فآآ يعني الناس تلحق وتخلص الكورسات دي. آآ طبعا يعني استنوا الكورسات اللي هنعملها هنعمل زي سلسلة كده فيديوهات ان شاء الله. آآ عن وبعد كده عن لينك دقن وغزف وهنمسك بقى كل المواقع المهمة. آآ ونعمل لهم شرح بازن الله يكون آآ كويس بحيس الناس تبقى مؤهلة للسانة الجديدة. وتقدر بقى تعود بقى اللي فاتت عليها واللي ما تقبلتش فيها. وكمان الناس هديستخرج. او الناس خلاص اللي طلعت من الجيش وخلاص هتبدأ تقدم على وظيف. فالسلسات الفيديوهات او السلسات الكورسات اللي هنعملها دي ان شاء الله هتكون مفيدة. آآ انتظروا يعني ايه الفيديوهات دي. واتمنى يكون الفيديو ده آآ واضح وبسيط. ولو عجبكم الفيديو تقدروا تعملوا لايك ومشاركة للفيديو. طبعا اشتراك في القناة. ولو انتم مش على السوشيال ميديا هتلاقوا السوشيال ميديا في كل مكان. هتلاقوا تحت الفيديو هتلاقوا في الموقع هنا في الجنب. آآ لو انتم من الموبايل برضو هتنزلوا شوي تحت خالص كده هتلاقوا برضو آآ السوشيال ميديا بتاعتنا. تمنى يكونوا استفدتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.